السلام عليكم مشاهدينا نحن الآن ضمن نشرية خاصة تفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة تعدى كمية الأمطار 30 مم محليا تخص المناطق الغربية والوسطى للبلاد هذا الاضطراب جوي قادم من غرب حوض البحر الأبيض المتوسط لحيخلي تكون هناك اضطرابات جوية أخرى من نوعها إن شاء الله تكون أمطار جد غزيرة إن شاء الله تخص المناطق الوسطى والشرقية وهذا يومي الثلاثة والأربعة بحول الله نحن نشوف الوضعية الجوية إن شاء الله يوم الاثنين بداية بصورة القمر الاصطناعي كما نشوفه تكون هناك سحب كثيفة حتخص الجنوب الشرقي وحتى على المناطق الشرقية للبلاد بالنسبة للرياح إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله تكون رياح من ضعيفة أقول إلى معتدلة على كامل المناطق الشمالية وحتى الجنوبية الوضعية الجوية إن شاء الله اليوم الاثنين خلال الصباحة كما نشوفه في الصورة رح تكون كان الأمطار في الموعد إن شاء الله رح تخص المناطق الداخلية الغربية وصول إلى غاية المناطق الداخلية الوسطى وحتى على السواحل الوسطى كمدينة الجزائر العاصمة بومردس وتيبازا الحال حيكون مغيم على السواحل الغربية تكون الأجواء نوعا ما مشمسة كما نشوفها في الصورة على المناطق الشرقية حتى على المناطق الجنوبية للبلاد درجة الحرار إن شاء الله لينسجلوها يوم الاثنين في الصباحة رح تكون دايما في المعدل الفصلي كما نشوفه في الصورة ومن تلحق حتى 11 درجة وهذا بالجلفة والتيال تحت مدينة باتنا 13 درجة نسجلوها بمدينة الصيف وبردبوريش تلحق حتى 16 درجة بكل من مدينة المدية زيوز وجزائر العاصمة بومردس وتيبازا حتى منطقة وهران وعنبا 18 درجة بتندوف نفس المقياس نسجلو ببشر تلحق 22 درجة بعنس 19 درجة بغردية و26 درجة بأقصى الجنوب لظهيرة الاثنين بحول الله كما نشوفه في الصورة رح يبقى دايما من هذا الاضطراب الجوي تبقى دايما ان شاء الله الأمطار وان شاء الله تكون أمطار خير ستخص المناطق الوسطى للبلاد تكون هناك رعود ومع أمطار ستخص المناطق الغربية كذلك حتى على شمال الصحة كما نشوفه في الصورة نفس الرعود تبقى دايما ان شاء الله تنشط على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاصلي الحال سيكون مغيب في الظاهرة على المناطق الشرقية للبلاد في انتظار قدوم اضطراب جوي آخر يوم الثلاثة بحول الله درجة الحرارة ان شاء الله القصوى نسجلوها لظاهرة الاثنين كما نشوفه في الصورة وانتظر سنخافض قليلا وتعود ترجع المعدلها الفصلي كما نشوفه تلحق حتى 23 درجة بوهران نسجلو 24 درجة بجزر العاصمة تلحق حتى 15 درجة بكل مدينة الجلفة يارة البيض 30 درجة نسجلوها بمدينة بشار 34 درجة بتندو 36 درجة بأدران 35 درجة تلحق حتى 30 درجة بمدينة غردية نفس المقيد سجلو بمدينة تامان بالنسبة لحالة البحر اليوم الاثنين سيكون مضطرب وهذا على طول الشريط الساحلي الرياح ستكون من غربية إلى جنوبية غربية للسواحل الغربية تلحق سرعتها حتى 50 كم في الساعة تلحق بين الرياح تكون كذلك من غربية إلى شمالية غربية على سواحل الوسطى والشرقية وسرعة الرياح متعدش 40 كم في الساعة بالنسبة لاتجاه الموجة إن شاء الله يوم الاثناء ستكون من شمالية غربية على السواحل الغربية وتكون شمالية شرقية على السواحل الوسطى وشرقية للبلاد والرؤية متوسطة وهذا على طول الشريط الساحلي قبل أن نختم نشرتنا سنرى الوضعية الجوية اليوم بمنطقة أقول إليزي الحال من نهار 2 حتى نهار 4 ستكون حالة استقار أجواء مشمسة درجة الحرارة تروح ما بين 19 حتى 23 درجة خلال الصباحة وما بين 37 حتى 32 درجة خلال الظاهرة هكذا نلحقنا الختام من نشرتنا نختموها بالمواقع الفلكية أقول لهذا اليوم الاثنين تخصى شروق وغروب الشرس لتخصى الجزائي العاصمة وبعض من ولايات الوطن هكذا نلحقنا الختام من نشرتنا تنتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر